لكن اللي حصل الرأي الإعلامي فيه ايه نشوف محمد شدان عبدالله السعيد انت شايف لك حق وانا شايف ان انا ليا حق ينخش نضرب بعض ينالجأ للقضاء وما ان اعلن القضاء حكمه علي انفذ وما ان اعلن القضاء حكمه عليك تنفذ في كل الدنيا كده خليني اقولكو اخد بعض التصريحات لعبدالله السعيد الاهلي يحاول تدمير مستقبل عبدالله السعيد داخل 39 سنة انا معرفش ايه المستقبل اللي بعد 39 الاهلي بيدمره الاهلي يعني ساهم في تكوين جسماني ليك وصحي خلاك تلعب بهازي الكفاءة الحقيقة يعني ولغاية النهاردة فانو مستقبل ده اللي تدمر كمان عبدالله السعيد قال الاهلي يعتقد انه يتحكم في اللاعب كما يشاء كما يشاء مع انه هو لو بص وراء لو بص وراء كده هو هيلاقي شريف اكرامي الاهلي متحكمش فيه لو بص علي مينه هيلاقي احمد فتح الاهلي متحكمش فيه كمان بيقولك ايه ابلغني اهلي جده والمحامين احقيتي اللعب في اي مكان يعني في الاخر هناك بنوت في العقد اهلي جده فصرها بطريقة واهلي مصر فصرها بطريقة انت اخدت بتفسير اهلي جده واخد بالك اللي انت عملته محاولة للتحايل لان انت عبدالله سعيد اكيد اهلي جده ماخدكش 13 وسبق كده يعني اكيد ده اتفاق اللي تفصل المحكمة بس ده مش معناه ان الاهلي عايز يدمرك ولا الاهلي عايز ياخد ما ليس له فيك لان الذي يقرر المحكمة مش الاهلي انما التفاسير بتقول ايه ان هذا الحوار مدفوع الاجر ثم يطبع الحوار وثم يسلم للمحكمة الفيدرالية وبالتالي يتحط في اوراق القضاء الناس بتقول كده وانا باجه يفكر في التفسير منطقي ليه وعبدالله سعيد ميجي يعمل انترفيوه مع النادي الاهلي هيعمله في امريكا في انجلترا ولا هيعمله في مصر طيب يا باشماندس شبانا رأيه شديد الوضوح شوف ما احنا اتفقنا بقى لا تعليق الواقع دي لا ينبغي ان يكون لنا تعليق عليها ليه لان فيها قضاء وفيها احكام وفيها مستندات بتقدم كل واحد بيقدم مستندات فقط فلا تعليق كابتل شبانا بيقول بيقول رأيه في الحوار الصحفي بيحلل وبقول رأيه هذا رأيه طيب ده رأي محمد شبانا رأي محمود صبري في الحوار الصحفي المنشور ايه رأي حضرتك في تصريحات عبدالله سعيد النهاردة يعني انا بامانة شديدة يمكن اول مرة اشوف صحيفة انجليزية تهتم بلاعب واوشك على الاعتزال وتطلق هذه التصريحات انا مش عاوز اقول انه ده حوار مدفوع الاجر في هذا التفتيب او بمعنى صح القاء حجر في بركة راكدة لتحركها امور اخرى اعتقد انه هذا الحوار لم يأتي من فراغ ولكن حوار تم التدبيل له بشئ من الزكاء واطلقت تصريحات هدف منها مش النهاردة الهدف منها رسائل اللي جاءت اخر الهدف منها توجيه كلام يعني مفروض قضية سيحكم فيها خلال الايام المخبرة بس الكلام ما بيغيرش حاجة في القضية لا بيغيرش انا بستتكلم على كده انا دلوقتي بعمل حالة من يعني حالة من حالة الروايط دلوقتي كل الكلام شجال دلوقتي لكن الناس مش بدريك حاجة كتفيف انه ناد الاهل بيسير في اطر قانونية قلما ولا نادلا ما تجد مسؤول في الاهل يخرج ليتحدث عن لاعب كان عنده او لاعب تأخذ معاه او في مشكلة هناك من يتلاعب بالصاحة الرياضية من خلال الكونتات مضروبة عليها شعارات الاهل ولكن تخفي من ورائها شياطين الانس كابتن عمد الله الصعيد من حقه يقول زي ما هو عايز معاه يوم كامل عشان تفوض وستاخد منه عنوان وسألنا على عبدالله صيد وإحنا نقول لك نادر ما تلاقلوا حوار ونادر ما تلاقلوا تصريح فيجي النهاردة يبتهم من نادر الاهل والاهل عاو سبطاني تنم غاية الخطورة وما يصحش لو انت فعلا نفس الشيء احنا بنعرض بدون تعليق في قضية يعني عشان بس اتقالت أحلى حاجة ان النقاط هم الليقولوا رأيهم انما احنا بالنسبة لنا لا تعليق نشوف أحمد حسام ميدو عن عبدالله السعيد برضو عبدالله السعيد يعني خرج في تصريحات لصحيفة طبعا هدركوا عارفين مشكلة عبدالله السعيد مع النادي الاهل من سنة 2018 تصريحاته ممكن تكون صحة من وجهة نظره ان هو شايف الموضوع من الحتة دي من الانجل دي من الزاوية دي لكن الزاوية الحقيقية مفيش حاجة اسمها بقى في الكرس لوعدوني وقالولي مفيش حاجة في الكرة كده كرة لها عقود وقوانين والناس هتمشي ازاي بالورق وتحمي حقوقها ازاي وهتعمله وكان لازم عبدالله السعيد يفكر وقتها ان ممكن النادي الاهلي تبقى انت خلاص طالما ان انت رحت مضيت في الزمالك وتصورت والصورة انتشرت ان انت خلاص بلاك لستد عند النادي الاهلي او كل او اي ان كان ولكن انا بصراحة قانونيان قانونيان وكل الحاجات اللي انا شايفها قدامي لا قلوم النادي الاهلي لا قلوم النادي الاهلي النادي الاهلي هم ماشيين من نظام معين وسيستم معين إنه حد النهاردة بيخرج عن السيستم بتاعهم لسبب من أول آخر إنه خلاص بيبقى بلاك لستد يعني والناس عارف إنه هو ده السيستم بتاع النادي وده القصة فتصر حتى عبدالله أنا متفاهم جدا هي جاية منين ولكن لو في حد غلطان في القصة أكيد بعد ما عبدالله يرجع نفسه فهو عبدالله السعيم ده رأي واحد لعيب كبير في موقف احترافي وهذا رأيه وإحنا اتفقنا مش هنناقش الأمر هنا هذه واقعة لا نناقشها للإعتبارات التي سبق أن قلناها بنتركها الرأي العمي فهمها الأمر معروض أمام الفيدرالية السويسرية النادي الاهلي كان طاعا أمام الفيدرالية ضد الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية والأهلي أخذ حكم هنا من مركز التسوية الجهة الرسمية المنوب بها الفض المنازعات الرياضية ومن ثم أيضا أخذ حكم بالحجزة على أموال عبدالله السعيد للإيفاء بالقيمة المنصوصة عليها في العقد وهي 2 مليون دولار إلى هنا بأبعاد القضية لكن هذا الحوار اللي نشر في أحد المواقع الأمريكية بالمناسبة مش هي ذاتليتك البريطانية لا هو أحد المواقع الأمريكية الصغيرة لكن من الواضح جدا أنه ده كان جزء من التاكتك بتاع المحامين علشان فضل زهران محامي عبدالله السعيد يبدأ ياخد جزء هذا الحوار لتدعيم أو ما يظن أنه هو بيدعم موقفه أمام الفيدرالية السويسرية عشان الأمر منظور قضائيا بنكتفي بهذا الإضاحة ونطلع لفاصل ترجمة نانسي قنقر